اشتركوا في القناة 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 شغلة كتير كبيرة يعني واكيد المتزوجين واللي فعلا عم يعيشوا هالأبوة نسميه نحن بالبيت بيعرف شو معناتها باي بيعرف شو معناتها مسئولية بيعرف شو معناتها تربية شغلة شغلة كتير كبيرة سيدنا لا اليوم منحس انه كأنه في اتجاه بالعالم لتشويه صورة البي بالمجتمع والعيلة يعني الحرية عم بتكون للإكستريم من دون اي ضوابط المعرفة متاحة للجميع متطلبة الحياة اوقات يعني وكنت عم بقول الصبح انا وصحر انه بدي حي الولاد اللي بيقدروا يعني فضل اهلنا عليهم بهيدا الظرف ومع انه في منهم لا متطلبين اكتر ويمكن الاهل عم بيعملوا مجهود اضافة واضافة واضافة بيحرموا حالهم من قصص بس تا يأمنوا اذا ابنهم او ابنتهم طلبوا منهم شي ما يقولونهم لا مضبوط لك تعريف شي مرة يمكن نعمل هيك حلقة موسعة عن هالنقطة يمكن خلي الاشخاص يلي عايشين برا يخبروك وكتير عم بيبو تعريفة يعني الله اراد ان شاء الله بتروق الاحوال باللبنان رح تشوف فيه هجرة معاكسة يعني كتير عيال رح يرجع على لبنان ما بتتصور إلي اللي عم نسمعه من البيات من الاهل على التربية اللي صارت بالخارج وتقول بالخارج يعني كل الخارج للأسف يعني ببق في ايميل البي ببق في ايميل الام ببق في ايميل العيلة صار كله مسموح صار انت فيك تكون بي لوحدك فيك تتجوز بي فيك تتجوز اجلك الحيوان تعيش مع حيوان يعني تلاحظ كل الهدف وكل التوجه انه يدمروا شيء اسمه عائلة وإذا نحن ما نرجع للكتاب المؤدس وخلقهما الله ذكرا وأنثى بشيك صح وجمعة الماضي حكينا عن فكرة وقتا كنا نحكي على العيلة انه الله وقتا كان عم يخلق خلق كل شيء قال ليكن نور فكان نور بكلمة خلق بس وقتا وصل عند الانسان ما قال ليكن انسان فكان انسان قال لنخلقنا الانسان على صورتنا ومثال مين معناته انسان هو رجل وامرأة مش بس الرجل هو على صورة الله امرأة يعني رجل وامرأة وقتا بيتحده يشبهون الله لأن الله هو منه ذكر ولا أنسى مشاهدك ما فيه يقول الله هو ذكر بيصوروننا يا ذكر ولكن هو ذكر وأنسى هو جامع الكل فإذا عندما الرجال والمرأة بيجوزوا بيصيروا اتنين يشبهون الله وكأن الانسان ناقص بدون المرأة والمرأة ناقصة بدون الرجل فبيكتملوا تيشبهون الله فإذا هذا السر وبقول ماربولوس هذا السر عظيم هذا السر يلي نحنا بدنا نفكر فيه كل العالم اليوم بتلاحظ بالسوشيال ميديا بالفلومة بكل شي فيه تدمير لصورة البي والأم صحيح للبي مشاناك تشويه البي هو لتشويه السلطة بالبيت لتشويه العيلة لتشويه المكون الطبيعي للعيلة يلي نحنا السرنا عم بعودونا وعم بعودوا أولادنا أنه فيك أنت تعمل بدك فيك تتجوز بدك هداك نهار شفت واحد لابس لابس نص عروس نص طأم اللي عم يجوز حاله أنه هيدا الحرية اللي قلنا عنها يعني كلهم بدون أنا بقول يعني يعني بقلهم للأطباء النفسيين أنه شغلهم ضحي كتر بالفترة أبونا مرأ معك فكرة بدي استوقفك عندها لأن يعني حدا بني علي لما قالت الله ذكر وأنثى ما فينا نعرف إذا ذكر ولا أنثى علما أنه يسوع الصليب لما نيدى بيه قالوا يا أبتي يعني ما تركها مشكولة في ناس استفادت من هالتفسير وأكيد حضرتك يعني متابع بصلب الكنيسة أنه يكون في كاهن امرأة راهب راهب يعني يصير هو كاهن لأن هيدا الفكرة أنه الله ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى اليوم كيف ينا نحط هيدا الأمور أو هيدا الموضوع تحديدا بمساره الصحيح حتى هيك ما يكون في أي زغل لأن ممكن حدا تعلق براسه ويخدى وينجر بتفسير غير وهيدا كمان النقط يلي عم يحربوا فيها الكنيسة أنه المساوات مثل ما الرجل بيكون كاهن ليش الامرأة ما بتكون كاهنة يعني تعرف فيه تقليد بالكنيسة وهيدا موضوع كمان بعتقد كتير واسع شي مرة بنحكي عنه كاهنة المرأة كتير فيه تيارات عم بيطالبوا أن يصير المرأة كاهن ولكن بالتقليد وبالرسل بتقليد الكنيسة الكاهنة هو للرجل نعم والمسيح هو اللي أسس كان بيقدر المسيح يأسس كهنة نسوان ولكن النسوان هن الخدمة مش ناكفي عننا الرهبان والرهبات يلي هن المكرسات يلي بيعيشوا الالتزام الروحي وما ننسى أنه في كتير نسوان هن قديسات نعم صحيح يعني مش أنه الكاهنة هو اللي بيعملن قديس يعني الله راد بكرة والقديسة ملنا حكر على الدكور بكرة الشر كارلو كمان أكوتس رح يصير قديس وفي كتير علمينية صاروا قديسين فإذن الخدمة يلي المسيح أراده والتقليد أرادتها وحتى وقتها كمان جون بولدو وقتها سألوا كمان قالوا هيدا أكيد فهيدا الموضوع أكيد دايما رح يضل فيه أشخاص بتحرطق بالكنيسة وبتحرطق بالكنيسة مش لأنا عم نقلل من قيمة المرأة بالعكس مريم هي المريم يعني أمرأة يعني المسيح اختارها وجعلها أمه ولكن كتير مهم اليوم نعرف نقرأ تاريخ الكنيسة ونقرأ الكنيسة بشو مرأة بتطورات بمراحل وساعتها نحن بنفهم شو معناتها الكهنوت شو معناتها لحياة الرهبانية وشو معناتها لحياة الكهنوتية وهي دا ساعتها بنبطل نسها لهيك أسئلة نعم سيدنا بيقول يسوع بإنجيل متى ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات كيف منفهم هيدا 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 كما فيه أشخاص بينتقدون علي يعني كيف بتقول الأبونا أبونا وأنا بي بقول له بي فما فيه قل له بي يعني تعرف كتير مهم أنه يسوع وتقيلة كان عم بيخلينا نفكر بشغلة أنه أنا ممنوع يكون يكون عندي تبعية على الأرض لأنه أبا على الأرض لا تدعو أبا على الأرض ولكن أبوكم في السموات فإذا أنا وكان عم بيقلي أنه أنت بيك الأساسة هو الله بدك تتبع الله ما بدي يكون عندك تبعية على الأرض ولكن ما ننسى أنه كمان الأبائي يلي على الأرض هن أبا روحيين مظبوط وما ربوله شو بقلهم بكورانتوس إذا ما كانت غلطان بقلهم لقد ولدتكم في المسيح أنه أنا بيكم أنه أنا اللي ولدتكم يعني أنا اللي بشرتكم وصرتكم مؤمنين أنا ستبايكم الروحي فإذا مثل هيدا الفكرة اللي بلشنا فيها أنه الأب هو الله والوالد يلي هو باي على الأرض هو شغلته أنه يوجه كل الولاده إلى الله إلى ملاكة السموات وفي عادة عند الشعب القديم اللي كانوا وقتا يقضوا على الطاولة شوف شو حلوة كانوا يقضوا البي والأم والولاد وراس الطاولة يحطوا كرسة فاضية هيدا لمن الكرسة لأي يسوع لأله هو الأب هو رب العيلة يعني شوف شو حلو هالتعبير هالهيك العلامة أنه نشعر بحضور الله أنه هيدا الكرسة فاضية بعودوا ولادهم أنه الله هو رأس الطاولة ونحن قديش في عنا أمور عم نشيلها من مجتمعنا وعم نشيلها من بيوتنا لحتى هيك تصير شغلة كلها إنه شغلة عادية كتير مهم نرجع البي والأم بالبيت وخاصة البي اللي اليوم عم نعيده يرجع يرجع تقليد أهله تقليد جدوده لحتى ولاده يعفو شو تقليد هالعيلة أول شي من صلاة من تقليد بالعيد من كنيسة من عادات بالعيلة من جمعة العيلة مين بعد بيجتمعوا بالعيل إليه قليل صار يعني ظروف فرضا حالة يعني ظروف بس إنه كمان إنه إنه الجمعة هي أهم من الأكل وأهم من مهم نقض مع بعضنا كلنا فهيدي الشغلة اللي نحن اليوم محتاجين لها هو البي اللي الرأس وكتير مهم أم بمبسط وقت أشوف بيات ولاد كلهم مثلا بيحترموا بيهم بيطيعوا بيهم بيجوا عند بيهم بياخدوا خاطر بيهم بياخدوا رأي بيهم كلمة بيهم إنه شو بقوله مؤدسة مسموعة يعني كتير حلو وهيدي بترجع كمان من التربية ترجع من من التعامل بين البي والولاد والعائلة وكيف بيصير هالبي هو مثل هيك رمز بيتمثلوا فيه ولاده وبيتمثلوا فيه أحفاده إنه هيدا جده هيدا بي إنه تحس فيه رهبة بس سيدنا يعني الرهبة اليوم تحولت إذا بدك لخشبشية يعني جيل الأهالي الجديد عم بيكونوا ألماض عم بيكونوا منفتحين كتير على أولادهم والولاد كمان يعني عم بيخاووا بعضهم لأن في ناس كمان بتتجوز بأعمار صغيرة عم بيكبره ابنه سوا أو وبنته سوا فهيدا الخشبشية وهيدا الأريحية بالتعاطي بين الأولاد وبيهم أو أمهم سليمة يعني بتقلل من وهرة البي ومن حضوره إذا كان هالأد هو مليابل مع أولاده هالأد متسامح هالأد إذا بدك يمكن متساهل متساهل شوف إلي هي بترجع للشخص بعطيك مثل بتشوف مدير شركة كمان مدير شركة إذا كان بعيدا عن الموظفين طبعه الموظفين طبعه بيحسوا أنه هيك سميك في مدرة بيكونوا قريبين من الموظفين بس يفوت بيسلم من النطور لآخر مدير بيسلم عليهم ولكن على الطول بيعرف يعمل المسافة المسافة في أهل ما في بقى عنده مسافة لحتى أنه صار الأبن بعيت لبيه باسمه صح مش غلط بس أنه ولو أنه قديش حلو واحد يعني يستعمل كلمة بيه بابا ماما صار بعيد لأمه باسمه أنه أوكي يعني 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 شو معناته بعيد باسمه أنه للغريب بعيد له باسمه أنه بجرع بقول هالكلمات يلي نحنا منستعملهم ببيتنا وهالعادات يلي منستعملهم ببيتنا هو اللي بيسمون شي خاص شي خاص وإذا أنا ما بيكون عندي رهبة ما بيكون عندي خوف مش خوف معناته بخاف هذا مسميه الخوف الاحترام باللغانون هذا البي بدو يعمله البي بدو يعرف أمتين بدو يكون قريب أمتين بدو يكون بعيد بدو يعرف أمتين بيكون خشبوش لعني كتير حلول الأهل الولاد يصيروا أصدقاء أهلهم أنا وقتها بيكون أمي أو بي صديقي أو صديقتي بصير بخبرهم كل شي ببقى خاف من بي أنه بخبي عليه أنه مثلا بروح ورا الحات بدخين أو إذا عم بحكي مع بنت بروح ما بخلي حدا يشوف ما بخلي أهلي يعرف لأ كتير مهم أنه كون حقيقي قدام أهلي لأن أهلي هيك بدون يربوني بس إذا أهلي ربوني على الخوف على الظلم على الأساوي أنا أكيد بدي أخذ منحة تاني ولكن إذا ربوني أنه يكون منفتح أكيد بدي أصير منفتح معهم ولكن بنفس الوقت بدي يكون عندي ريفرانس مرجع مين مرجعيته بي وإمه يعني خاصة البيت تعف البي اللي هو رمز السلطة بالبيت هو بدي يكون مرجعيته وقت بي يبطل مرجعيته معنا أنا فشلت كبي بتربيت ابني لأنه أنا خليت ابني يصير صاحبه مرجعيته أو جيرانه مرجعيته بطلت أنا فإذا أنا وكأني ربيت شي كبيته لبرة عطيته لبرة ما أخلت مردود المردود هو شو هو أنه هالابن يحترمني بيحبني هالابن بياخد برأي بيحترم رأي وهذا الشي اللي ربنا بيستعمله معنا يعني ربنا لاحظ منلف منلف ومندور آخر شي شو منعمل نجي منركع منصلي لأ منحس أنه ما فيش غير بينا السماوي هو يلي بيسمعنا هو يلي بيفهمنا هو يلي بيوجهنا من هالمنطلق كتير مهم اليوم البي يكون هالبي الحنون والطيب بنفس الوقت يكون عنده حكمة والكتاب المؤدس كمان بيقول الذين يحبهم الله يؤدبهم تأديب الرب لا تخف تأديب الرب بالله الأديم فإذا تأديب الرب شو معنا كمان تأديب البي ما بدي خاف أنا تبي بعيت علي أو بشد اللي دا انت مش غلط يعني أنه بي هذا يعني أنه صحيح طيب سيدنا تسمح لي بسؤال لما بتفوتوا على الكهنوت في تدرجات نعم أبونا لما منضل على أبونا حتى لو علية المراتب يعني اليوم حضرتك سيدنا سؤال كتير حلو وما في سيد إلا السيد نحنا مزبوط يعني أوقات حتى أنه منفوت لما بيقولوا بيكون في خطاب لها سماحة السيد بيقولوا أنه كلام السيد سيد الكلام بيطلع فيه قبل لك لا سيد إلا يسوع المسيح لهالدرجة نفوت بزواريب الأشياء اللي نحنا هيك نتناقش عليها لا بدي أقولك سيدنا مش أبونا وأنت خادم لرعيتك ولا ما بدي أقول الغبطة وإيه ما هنالك يعني وقضيسة طالفين ليش مش البابا بيكون أبونا كمان مزبوط بتقليد الكنيسة خاصة نحنا نسمي مثلا بالسريانة المطران نسميه أبونا معاليو الأب العالي أب والبترك أبون طبطونو يعني الأب الطباوي فإذا عطول ما في كلمة ما في يعني كلمة أب منا من شاله عطول في كلمة الأب أكيد المطران هو أب وأنا يعني أنا يعني شخصيا منبسط أنه كانوا الناس معودين علي أبونا بعضهم أبونا أكيد ما هو باي يعني سيد قوي تحص حالك أنك ضابط بالجيش مشايك أنه بس هي دايما في شيء نسميه نحن احترام أنه صاحب السيادة سيدنا والبترك بقوله الصاحب الغبطة أنه بترك والبابا أداسة البابا بس كمان هاي دي الكلمات التعبير والألفاظ هي منى للتفخيم للفخف هي أنه احترام أنه هاي دا بيما عنده سلطة بالكنيسة سلطة الروحية نحن منحترمه بس ما تفكر إذا إذا المطران أو الخوري ما بتقل له سيدنا أو سيدنا أو معالينا ممتع في هذه القصة مرة يمكن حكيناها أنه واحد بيجي بيكون قاطع موكب الملك مشاك بيجي بيقل له واحد ختيار قاعد على الفقير قاعد على الطريق بهم بعيد للملك باسمه ما بيقل له صاحب الجلالة صاحب الفخيمة بهم العسكر طبعا الملك بيجوا يعني بيعملوا له مثل فلقة أنه بصير يصرخ بيسمع الملك بينزل بيقل له ليش عم شو بك قالوا يا جلالة الملك أنه عيطت لك باسمك إيشوا بهدلوني أنا يسوع بيقل له يا يسوع منظم لا بيقل له إله ولا شو ما بيقل لي شي بيكون مبسوط أنه شفتش حلو هم تقري لي فكرة بدي أقول لك لش أنتوا أكبر من يسوع يسوع من قل له يا بين السماوية أكيد أكيد لكن كتير مهم أنه بيجي بيقل لك الاحترام ونعطي لك كل شخص حقه كتير مهم وما نفكر إذا ما قلنا يعني عم نشيل من قيمته بالعكس هو البي الروحي نجع لفكرة البي الروحي والبي الروحي يلي يلي حامل حامل الأربان وهون كمان حتى هيك والفكرة صغيرة أنه أحد الديسين بيقول إذا بشوف أبونا وبشوف ملك بسجد قدام الأبونا ببوسئيده مش قدام الملك لأن الأبونا هو بيحول الخبز إلى جسد الرب بس الملك ما بيقدر شوف شو حالو بس الملك منزل من السم بس عنده الكاهن عنده امتياز أنه يحول الخبز بيحول يعني بيمسك جسد الملك ما عنده مش أنك في كتير ترتيل خاصة عم بيطقسنا السرياني عن الكهنوت أنه بيقول قداش الكاهن هو أعظم من الملك وهو عم بيخدم النار وإذا الكاهن ما عارف احترم النار النار تحرق يعني يلي هي نار شو هو يعني جسد ودم بس كتير فيه اشياء وقتنا نتأمل فيها نعرف قديش عظمت وقديش هيك يحضون بس حلوين هودة لازم نحكي فيهم دايما أبونا أكيد طيب بدي أختم معك بأي ريطة بأول اللقاء بس بدي منك تفسر لي هيك بشكل سريع كل شيء قد دفع إلي من أبي من أبي حلو هدي بإنجيل متى نظبط يسوع بيقول أنه كل شيء أنا أخدته من أبي لأن الله الذي تجسد بشخص يسوع المسيح هو مين هو الأب فعن بيقول لهم أنا دايما يسوع بده يحكي بلغة نقدر نفهمها مشان هيك بتشوف الإنجيل وقت بتقرأ بتشوف لغة بسيطة منا معقدة ما في كلمات بتحسن هيك غريبين أو كتير صعبين المسيح جسد الله تجسد بشخص مربو سبول أخلى زيته ترك زيته بالسماء ونزيل بشخص يسوع المسيح ليش نزل على الأرض نزل على الأرض لحتى يكون مثلي مثله لأن أنا ما بيقدر إفهم مع الله بس بيقدر إفهم مع إنسان مثلي مثله فالمسيح صار مثلي مثله وشرح لي هو شو بالسماء مشان هيك نحنا منقول أحد الأقانيم تجسد أبو ابن وروح الكدس الأب في السماء والابن يلي تجسد عم بيقول لهم أنا كل شي عندي يه نين جايبه أنا من عند بيه يلي هو مين يلي أنا وقتها كنت فوق أنه كل شي وأنا كل شي جيتوا من عند بيه أنا عم بعطيكم يمكن هوده سمعناهم لما فات على الهيكل بيقول هيدا بيت أبي مزوض كمان وتضيعوا ما بتعفو أنه يجب أن يكون ببيت بيه صحيح وبيقلهم أنا والاب واحد مية بالمية يعني في كتير قصص بيقلهم هيدا السلطان من فوق من عند بيه وعلى الصليب يلي عندك كتير بي تاريخ الكنيسة مشاكل صار يقول الله شي ويسوع شي ما خص الله بيسوع يسوع يسوع الإنسان غير يعني بتعرف حوارات مشان هيك كتير مهم نحن هالأفكار وهالأيات ما منقدر نستوعبها إلا من الروح الأدس مشان هيك كل مرة منقول وقتها بنا نقرأ كتاب المؤدس نطلب نعمة الروح الأدس الروح الأدس هو اللي بنورنا هو اللي بيخلينا أكتر نفهم هيدا لأن تعفى أن البشر هالأدس صح صح الله هو لا محدود وناس بتعرف تصطاد بالنفوس الضعيفة مية بالمية مية بالمية سيدنا أبونا يعني أنت باي لرعيتك والأولاد رعيتك ومنعرف يعني من الأشخاص اللي من رعيتك أو اللي بيتواصلوا معك أذا أنت باي حنون على الأولاد وعلى الكبار وعلى المسنين وبتهتم بالكل ويمكن هيدا مش منية هيدا رسالتك تخترت أنك تكون خادم للكنيس يعني خادم للرب خادم لبين السماوة فالله يسبتك برسالتك على الأرض سيدة المتران شارل المراد النائب البطريار كلاقى برشية بيروت للسريان الكاتوليك وينعاد عليك وينعاد وهيك أنا بجدد كمان معايتها لكل أباء وبطلب من كل ابن اليوم يصلي عنه تبيوه لأن أنا بعرف قداش الأباء عم بيتعذبوا بهذه الظروف عم بضحوا كتير خاصة بالظروف الاقتصادية يعني أنا بعرف بيات بيجوا بيبكوا لأن ماما عون مش عم بقول أنه يعني ماما عون الميليموم طي أمنوا الميليموم للعائلة فمش هيني للأسف نحن ببلد ما بيعفقيمة الإنسان يلا أنت ختمت أنت ختمت منقول في الله أكيد أكيد ربنا أكيد شكرا لك سيدنا مشاهدينا رح نبقى بأجواء هيدا نهار بلشنا بمفهوم عيد البي من بين السماوي للأباء على الأرض الأباء البيولوجيين الأباء الروحيين والزمنيين رح ننتقل للموسيقى مع لايف كوتش حيث ملاعب إنما من منظار العلاج بالموسيقى بعلم النفس كمان وهيك منكون حوطنا المناسبات بعدة جوانب إلى أن نرجع نستكمل مشوارنا مع الموسيقى عن جد ومع كل الأجواء الحلوة اللي وعدناكم فيها واللي ناطرينا من يوم جديد